السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ السنة الثانية متوسط ما زالنا في دروس سيكوانس رقم اثنين درس من دروس الوحدة الثانية اليوم رح نرح نشوفه سينجولر وبلورال قررنا المرة لفاتت المفرد والجمع ولكن اليوم رح نرح نشوفه مع ديمونستريتيفز ديمونستريتيف هي أدوات الإشارة هذا ذلك هؤلاء ساوليوم رح نقرأ this هذا these هؤلاء that ذلك those كيفاش نقولو ذلك بصح للبعيد نقولو هؤلاء أيضا هؤلاء سنجولر هنا بالنسبة لthese دوكنش رح عملكم بالدرجة باش تفهموا this نقولو هذا هذا شوف هذا الطفل الحاجة كتكون قريب عليك تقولو شوفوا هذا الطفل من بعدك وش تجولو زي ما رامت جماعة بعاد اه جماعة رامت هنا قدمك تقولو هاذو هاذا هاذا الأطفال هاذو من بعدها تقول هذاك هاذك اللي راح بعيد هذاك اللي راح بعيد ومن بعدك هاذو كلي راح بعيد بكونوا شرحوها بعدين وأيضاً أنا رحي نشوفوا إن شاء الله The Undefinite Articles أدوات الناكرة نشوفوا وقتاً شو نحطوهم نبدو على بركة الله نقرأوا المثال التاعنا This is an apple هذه تفاحة أول حاجة أول نقطة لازم تعرفها This مع أنت هذا ولا هاته ولا دائماً تستعملها مع حاجة مفردة This هي عبارة عن اسم إشارة هي عبارة عن اسم إشارة مثلاً This نستعملها للأشياء القريبة أنا نعطيك المعلومة الأشياء القريبة مثلاً أنت وصديقك في القسم أنت قاعد في الطابلة هذه وصديقك قاعد في الطابلة هذه تقول له وشوف هذاك هذاك ستيلو تاع الصادق تاعنا اللي في الطابلة هذه حاجة قريبة لك تستعمل This These موش معانتها These هي الجمع تاع This على بالك مثلاً يعطيلك يعطيلك جدول في الفرض يقول لك كلمة This This أي يحولها لي للجمع نديرها These Ok So This أو لعفوان These هي نديرها للجمع للجمع Ok وتكون أشياء قريبة أيضاً Ok نهادرو للجمع نقول له آه هذا و هذا هاشوف تقول لي وراه بوش من الكلمة نقول لك هذا و هذا برقرام قدامك Ok نروحوا الوحدة أخرى That is a cup That نقول له هذا كاوليك هذا That هي هذا للبعيد Ok ونستعملها أيضاً للمفرد خلاص زيد Those هي الجمع تاع That Those Those نستعملها هؤلاء للبعيد Ok ونستعملها للجمع للجمع Ok أنت وش عليك لازم تحفظ تحفظ باللي هذي وهذي للبعيد Ok وهذي المفرد تا هذه ولا هذي الجمع تا هذه هذي الجمع تا هذه Ok اللي فيها الأو اللي فيها الأو هي تعذات هي الجمع تعذات اللي فيها الإ هي الجمع تعذيس متفاهمين؟ المهم نروحوا للقاعدة تعنا وش تقول وش تقول لك To describe shopping items قال لك زي ما رك حب توصف نقول لك سوالح تعال الشرية المواد تعال الشراء I use this هذا ولا هؤلاء for near shopping items قال لك نستعمل لذلك هذا ولا آه أوكي هذي ندروها ذلك أوكي ذلك ذلك نقوله this وذه هذا وهؤلاء نستعملوها للأشياء القاربة أوكي ذات وذوز ذلك وهؤلاء للبعيد نستعملوها for four items للأشياء البعيدة أوكي قال لك كيفاش قال لك this شوفوا كينجي نركب this ولا that في الجملة فندير ندير this ولا that لازم لأنه مفرد وش قلتلكم قلتلكم that هي عبارة عن مفرد وthis عبارة عن مفرد ندير أمورها is عفوا لأنه is دائما تدل على المفرد تدل حسي هذي يكون هذي يكونون يكون 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 اوكي this that زائد is هنية more is لازم تدير أ ولا أن ذا نقول لكم وقتاش نستعمل أ وقتاش نستعمل أن زائد كلمة لازم تكون مفردة وأصلا هذي أ وأن نستعمل ها مع الكلمة المفردة تبع معي مليح أ ولا أن أن عفوا مشي أما أن نستعمل ها مع الأشياء المفردة أكي المفردة هنية نستعمل أ عفوا نستعمل أن إلى كلمة التاعية تبدأ بأي ولا إ ولا آي ولا أو ولا ي لازم تكون الكلمة مفردة وتبدأ بواحد من هذه الحروف إذا لم تبدأ بهذه الحروف أو تبدأ بحرف أخرى نضع أن فهمنا القاعدة هنا الكلمة التي ستجي هنا لازم تبدأ بأي ولا إ ولا آي ولا أو أو نضع أن إذا بدأت بمعنى لازم نحط ونخير واحدة من هذا الزوج مع الكلمة مفردة أوكي راح نستعمل آر يكونون وما نحتاج هذا الزوج هنا نحط مباشرة الكلمة في الجمع أوكي نروح الآن للتمرين تعنا الأول وش يقول لك التمرين أول قل لك أعطاونا كلمات مسطرين عليهم راهم غالطين حاول تحلهم أنت وش تدير حبس الفيديو دير الحل تاعك وبعدين اروح شوف معايا الحل أوكي نبدو هذه ثانية راهي غالطة مسطر لكم عليها باكت 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 يلا وش تدير هنا أول حاجة عدنا هذا مفرد وش لازم يمشي معاه يمشي معاه إيز على حط النار معنتها خطأ ندير هنا إيز لأنه هذي مفرد نحط معاها يكون أ قال لك هذي أ لازم دائما بعد أ ولا أن تكون كلمة مفردة وهنا وش رام دير لنا دير لنا الأس معنتها ندير هكا باكت أوكي باكت قال لك هذه باطا تع بيسكويت خلاص فهمنا فهمنا على جدر إيز لأن وعدنا ذس وحطينا نحينا الأس من لأن وعدنا أ يلا قال لك هؤلاء هؤلاء نحطوا معها إيز نو نحطوا معها آر لأن هات جمع جمع ذي ذوز السنة هذي ثانية غالطة غالطة ذوز آر كارتون هنا جمع وهنا جمع لازم هذي تجي جمع نزيد لها آس كارتون كارتون قل لك هذو عولة بتاع من تاع الكارتون خلاص الآن التمرين رقب اثنين وش يقول لك املأ الفراغات آه with the correct word هنا لا لا قال لك choose هنا رأي غالطة في السؤال قال لك choose the correct words between brackets هنا عندنا كلمة زوج نتخير ورا هالك الصحيحة نبدأ نقرها لك قال لك these are slice slice of bread قال لك هذو دي تخونش تاع الخبز وش نختار عدنا these وعدنا are وش لازم نخير وحدة جمع كما هما هذي جمع وهذي جمع لازم ندو هذي جمع قال لك this أول حاجة هذي مفرد فيهم هذا ولا هذا هو هذا is a half kilo of carrots قال لك هذا نص نص كيلو تاع ولا رطل تاع الكاروت الجزر قال لك that ولا those is هنه مدم عدنا is لازم ندو حاجة مفردة وهنه ورا هالمفرد هذي ولا هذي هذي المفرد اوكي a shopping mall that sells different clothes and shoes قال لك هذي هاوليك هو وش يسموه هو عبارة عن supermarket اللي يبيع الحوايج وصباب قال لك those are nice jacket ولا jacket عدنا جمع جمع لازم نختاره هنا جمع اوكي هذا هو الحل بالنسبة these and that to those اوكي ان شاء الله تكونوا فهمتوها الى راكم تحوسوا على الصفحة هذه مكتوبة راكم راح ينتلقاوها ان شاء الله في صفحتي على الفيسبوك اللي اسمها نفس اسم القناة الدعم في اللغة الانجليزية السلام عليكم ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة